بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم مهندس محمد الفيه وده تاني فيديو في كورس برنامج الريفت المعماري في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مقدمة عن برنامج الريفت وعن محتوى الكورس الخاص بينا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن وجهة برنامج الريفت وهنبدأ في المشروع الخاص بينا ومشارته لما تيجي وتفتحها هتلاقي ده الوجهة الخاصة بالبرنامج هتلاقي هنا عندك عالشمال هنا لو انت عاوز هنا تفتح اوبن لو انت تفتح مشروع موجود عندك على الجهاز لو انت تفتح مشروع جديد هتلاقي هنا عندك مجموعة سواء ودي مجموعة اواليب جاهزة بتنزل مع البرنامج بحس يسهل لك بقت العمل اللي انت هتشغل عليها سواء او انشائي او ميكانيكا او غير. هتلاقي هنا تحت هنا هتلاقي هنا وان ان دي تابعة عن اللي بتبقى موجودة داخل برنامج انت اي حاجة بترسمها داخل برنامج تبقى برنامج ان دي هي اللي هي او المكتبة الخاصة بالبرنامج. طبعا بالنسبة لله ديت وانت بتسطى بالبرنامج لو انت موصل جهاز بتاعك بالانترنت هتلاقيها معاك وتتحمل من نت. ولو انت مش موصل الجهاز بتاعك بالانترنت. وانت سطبت البرنامج وزهرتش معاك تقدر تنزلها من الانترنت. وهنسيب لكم رقابط خاصة بها بالنسبة لتو ديسكريفت الفين وتسعتاشر. طيب جميل. ديت دي خاصة الريسورس الخاصة بالبرنامج لو انت عاوس الشرحات خاصة بالبرنامج او غيره. طيب هنا هنبدأ في مشروع جديد. هنختار هنا تيمبلت. هيبدأ يفتح معايا مشروع جديد. لما البرنامج هيفتح معاك هتلاقي دي وجهة البرنامج هتلاقي هنا في النص او مساحة العمل اللي انت بتشتغل عليها. وبيديك هنا اتجاهات اتجاه هنا لو انت زومت كده هتلاقي ده اتجاه الشمال واتجاه الجنوب واتجاه الشرق ولا اتجاه الغرب. لو طلعت فوقه هنا هتلاقي شرط المهام السريع او لو انت وقفت على السهم بتاعه هنا. هتلاقي عامل علامة صح قدام الحاجات اللي نزل معاك هنا في شرط المهام زي او 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 غيره. لو انت عاوشين منهم حاجة مسلا هتلاقي اتشالت. لو انت عاوز تضيفها تاني مفيش مشكلة. بعد كده هتلاقي عندك القايمة خاصة بالبرنامج. هتلاقي عندك هنا قايمة اركتكشور. هتلاقي ان كل قايمة عبارة عن مجموعة بانل. هتلاقي هنا بانل بيلد. هتلاقي انت عاوز واختصار الامر ذات نفسه. عاوز ترسم حيطة. باب شباك او اعمدة. عاوز ترسم روف. ده لو هترسم سقف. السقف ده سقف من الحضر. او سقف المبنى. ده لو انت هترسم سقف معلق. لو انت هترسم ارضية. والمليون ده خاص بشغل كرتن وال او الواجهات الزجاجية. بعد كده هتلاقي عندك هنا هتلاقي عندك هتلاقي عندك هنا اللي هو والرامب المنحدرات هنا لو انت عاوز تعمل او بتاعك في وبعد كده هتلاقي عندك اللي انت خلاص مجرد ما رسمت ممكن تعمل اه روم تعرف ان المكان ده عبارة عن غرفة وتعمل تاج للغرف الكلام ده كله بمساحتها. بعد كده هتلاقي عندك لو انت عاوز تفتح فتحة في حيطة او فتحة في سقف. بعد كده هتلاقي عندك المحاور والمنسيب. بعد كده هتلاقي عندك البلان الخاص بالعمل. بعد كده هتدخل على قيمة ده خاصة لما نجي نشرح كرس ال الانشائي هنا تعرف عليها بشكل كويس ان شاء الله. بعد كده هتلاقي عندك دي خاصة بشغل وبعد كده هتلاقي عندك سيستم. سيستم دي خاصة بشغل او شغل الميكانيكا والصاحب الكهرباء. هتلاقي بعد كده عندك قيمة هتلاقي هنا انسرت لينك ريفت ولينك كاد وهتلاقي عندك هنا او تدخل صورة. هتلاقي الفرق ما بين لينك كاد ده لو انت دخلت ملف اوتوكاد دخلت جوه برنامج بس انت اي حاجة عدلتها على ملف مش هتعدل معك جوه على عكس ان اي حاجة لو انت عدلتها على ملف هتتعدل معك جوه الريفت وانت مدخل ملف جوه الريفت. ممكن تدخل صورة او تدخل آآ فاميلي كل ده ده هنتعرف عليه بشكل تفصيل ان شاء الله. انوتيت هتلاقي هنا في قيمة انوتيت هتلاقي عندك هنا ديمينشن لو انت عاوز تعمل ديمينشن او لينير او انجلر او زند عاوز تعمل مناسيب معينة. ديتيل دي لو انت عاوز تعمل تفصيلة للاين او ريجون او كومبوننت وهتلاقي عندك تيكست لو انت عاوز تعمل تيكست في التو دي عادي. فيش مشكلة. تاج لو انت عاوز تعمل تاج لاريا وتعمل تاج آآ الماتيريال هنتعرف على الكلام ده بشكل تفصيل ان شاء الله رحمن. دي قيمة دي خاصة بشغل التحليل الانشائي. والماسينج والصيد دي خاصة بشغل الموقع العام. دي خاصة بشغل مساحات العمل المشتركة او خاصة لو انت عندك ملف ويشتغل عليه جروب. اللي انت بتعمل عندك هنا ده بيحتاج سيرفر ومجموعة من الافراد بيشتغلوا على نفس الملف. هنا هتلاقي عندك خصائص الرؤية داخل برنامج. هتلاقي عندك هنا الكلام ده كله هنتعرف عليه. الرندر لو انت عاوز تعمل رندر آآ للمشروع بتاعك او رندر ده بيبقى على سيرفر خاص باوتو ديسك. هتلاقي عندك هنا كريات ازاي تقدر تعمل او تعمل او تعمل تفصيلة معينة او آآ هنا لو انت عاوز تظهر اي مش ظهر معاك هتقدر تصنره من هنا. انا تعرف على كلام ده بشكل تفصيل ان شاء الله. آآ بعد جده هلاقي عنده قيمة هلاقي فيها والكلام ده. بعد جده هتلاقي عندك ده لو انت بترسم اي حاجة داخل البرنامج وبعدين عاوز تعدل عليها بيبقى من خلال قيمة ونسكيب ده البرنامج الخاص بالرندر اللي هنشتغل عليه ان شاء الله انا طبعا مجرد ما انا ستطبطه هو بيدخل معاك هنا جوه البرنامج. آآ قبل ما نبدأ في المشروع قبل اي حاجة هندخل هنا في فايل. هدخل هنا في دي الاعدادات الخاصة بالبرنامج اول حاجة هتلاقي هنا جنرال. لو انت عاوز البرنامج يعمل معك وتوسيف كل تلاتين دقيقة هتلاقي بايدفلت كل تلاتين دقيقة. انت عاوزوا كل خماش شهر دقيقة كل ساعة. انا ممكن اخليه زم هو كل تلاتين دقيقة. لو دغلت هنا فيوزر انترفيس هتلاقي هنا الكيبورد شورت كاتس. دي الاقتصارات الخاصة بالبرنامج. لو انا دخلت عليها. لو انا مسلا قلت له امر هاجيب لي امر هنا يقولك الاختصار بتاعه لو انا قلت له مسلا امر كابي. هقولك الاختصار بتاعه سي او. طبعا انت ممكن تعدل في الاختصارات ديات كلها. لو نزلت كده. لو انا جبت مسلا اوامر التعديل في البرنامج. هتلاقي هنا مسلا عندك امر اختصار ايه زي الكاد مفيش مشكلة. طب عندك هنا امر موف. هتلاقي اختصار ام في. طب انا عاوز اخليه نفس الاختصار زي الكاد باختصار ام. هقول له هنا. هدي له اختصار جديد. هقول له ام. هتلاقي اضاف لي هنا الاختصار ده بالنسبة لو انا مسلا انا اجاب لك الاختصار بتاع او اف. طب انا عاوزه اختصار او زي برنامج الكاد. هقول له اصين. هضيف الاختصار او. طب مسلا امر هتلاقي عامل الاختصار امر مرور. ام ام. لأ انا عاوز امر مرور. ايبه اختصاره? هنا مسلا ميرور درو اكسز. وهنا ميرور بيك اكسز. لأ انا مش عاوزه ام ام. انا اقول له ام اي. ضف لي الاختصار ده. فاضفهولي. ده بالنسبة الاختصارات في برنامج الريفت. بعد كده هتلاقي عندك جرافيكس. جرافيكس ديت. لو انت عاوز تغير الخاصة بالبرنامج بدل مسلا خلفية بدل بها بيضة. ممكن تخليها اسود او ايه حاجة فاحنا هنسبها بيضة زي ما هي مفيش مشكلة. بعد كده لو نزل تحت جدا هتلاقي ده حجم الخط اللي بيزهر معك هو البرنامج هو هتلاقي باي ديفول وتو عامله تمانية. ممكن انا اعدله وخليه عشرة تسعة. اسيبه تمانية زي ما هو مفيش مشكلة. ده هتلاقي بيقولك ان كارت الشاشة اللي داخل معك في البرنامج ما تعرف على البرنامج. ده كارت الشاشة الخاص بالجهاز اللي ما تعرف على البرنامج. ده خاص بالمسارات بتاعت الحفز اه داخل البرنامج. هتلاقي انت هنا بتحفز مشروع جديد فده مسار الحفز بتاعه. وده المسار الخاص بالتمبلت. سواء بقى تمبلت او الكلام ده كله. ممكن تعدل في الكلام ده او تسيبه زي ما هو. ده اهم الحاجات اللي احنا حبي ان نتكلم هنا فيها من قابلة اوبشن. قبل ما ابدأ في مشروع جديد اول حاجة لازم اعدلها اعدل الوحدات الخاصة بالمشروع بتاعي. هدخل هنا عندي في قائمة او اللي او اللي انا اختصر من الاختصار اكتب يو ان فيدخل هنا على الوحدات الخاصة بالبرنامج. هتلاقي هنا سيبه زي ما هو كومين. هعدل هنا بدل بالملي هخليه بالمتر. واعدل هنا اعاوز اقرب مسلا اقرب على متين عشريتين. فلاقي هنا هنا عندك اللينس بقى بالمتر. المساحة بقى المتر مربع بالمتر مكعب. الزاوية بالدرجة ما فيش مشكلة. ده المشروع اللي هنشتغل عليه ان شاء الله ده معماري الدور المتكرر. المشروع ده عبارة عن آآ مبنى مكون من ارضي وثلاثة دوار. الدور الارضي مساحته تلتمية واربعين متر. والدور المتكرر مساحته آآ تلتمية ستة وسبعين متر عبارة عن زيادة عشرة في المية من مساحة الدور الارضي. هنبدأ ان شاء الله نعمل معمار الدور المتكرر. وبعدين نعمل معمار الدور الارضي. وكده يكون بينينة المودل بتاعي كامل في سري دي. اول حاجة هنعملها جوه البرنامج اللي انت نعمل المحاور والمناسيب. لو دخلت هنا في قيمة اركتكشور. هقول لو انا عاوز اعمل جريد. هعاوز اعمل محور. او اختصاره جي ار. هتلاقي دخلك هنا على اوامر الرسم الخاص بالمحاور. هنا بقول لك هترسم من احوار ده بتاع عبارة عن لاين ولا عبارة عن لا عبارة عن لاين ما فيش مشكلة. فابدأ ارسم. اول محور. مجرد ما رسمت اول محور هتلاقي رسم المحور معاك عادي ما فيش مشكلة. وقال لك ان ده محور رقم واحد. طب انا عندي هنا هلاقي ان هنا الدايرة الخاص بالمحور زهرة بالسم الزهرة من هنا. لو انا وقفت علمت على البوكس ده هيبدأ يظهر معايا. رقم المحور من ناحيتين. ولو اضغط عليه كده ممكن اعمل قابل منه. المحور التاني هلاقيه على بعد خمسة متر وسبعة. هقول له خمسة متر وسبعة. ابدأ معاك محور رقم اتنين. لو وقفت عليه تاني. ممكن اقول له قابل. بس مش هقول له بقى قابل. هتلاقي هنا عندك وانت هنا بتعمل قابل. هيبدأ يتطلع لك برضو مجموعة خيارات. هقول له ملطبل اللي انا هعمل اكرر كزة محور. كونسترين ده لو انت عاوز تعمل تقييد للحركة بتاعت المحور في اكس وواي. لو انا انا بسيط وانا بعمل قابل للمحور. هلاقي بتحرك معايا في كل الاتجاهات. لو انا عملت كونسترين هتلاقي بتحرك معاك في اكس وواي. مفيش مشكلة. عشان ما بغلطش. هتلاقي المحور اللي عندي بعد كده على بعد. اربعة متر اربعين. انا هقسمة خليها اتنين عشرين واثنين عشرين. اقول له اتنين عشرين. يعمل للمحور تلاتة. وانا واقف زي ما انا شغال عادي اقول له كمان اتنين عشرين. يعمل للمحور اربعة. بعد كده خمسة متر وسبعة. هيعمل للمحور خمسة. كده بقى كده انا عملت المحاور في الاتجاه الاتفقي. فاضل عندي المحاور في الاتجاه الرقصي. هقول له برضو create grid. ابدأ من هنا. هو هتلاقيه سماه محور ستة. لأ انا عاوز اسمي المحور ده بقى ابسي. فاقف عليه. اقول له محور ايه? هتلاقيه برضو يعني لو انا علمت على البوكس بتاعي هنا. هيبدأ يظهر معي المحور من ناحتي. هلو يظهر معي الدايرة باسم المحور من ناحتي. هبدأ برضو عمل له copy من هنا. او برضو ممكن من الكيبورد اقول له co امر copy. ابدأ من هنا. اقول له اول محور معي لبعض. اربعة متر اتنين وعشرين وبعد جده تلاتة متر اتنين وسبعين وبعد جده اربعة تمانين وبعد جده ستة خمسة وستين. اقول له اربعة متر اتنين وعشرين. وبعدين اللي وراه تلاتة متر اتنين وسبعين. والمحور اللي وراه اربعة متر تمانين. واللا وراها ستة متر خمسة وستين. جدا يبقى انا عملت الجريد الخاصة بالمشروع. هتلاقي ان هنا الجريد دي بعدها شوية فانا عاوز اقربها. هاقلم عليها كده مجرد معلمت على المحور هتلاقيه لاتهم لكلهم مع بعض. هلاقي عندي هنا دايرة. ده وانا اتكيت على الدايرة ديت وعملت حركت كده هيبدأ يحرك لي مجموعة المحاور كلها مع بعض. لو انا حس اللي عندي محاور قريبة من بعضها لو قفت ضغطت عن المحور ده هلاقي عندي هنا حاجة زي ساهم كده لو انا ضغطت عليها يقول لك قد قلبه عاوز تضيف قصرة في المحور ده. فيبدأ يعمل هالي يكسره لكده لتحت بحيس يبقى ده المحاور عن بعضها. انا ما عنديش مشكلة فهرجعه تاني زي ما هو ما فيش مشكلة. كده انا عملت المحاور الخاصة بالمشروع بتاعي. بعد كده هاعمل المناسيب الخاصة بالمشروع. هتلاقي هنا عندي في قيمة اركتكشور نعمل هنا جريد اعاوز اعمل بعد كده ليفل عشان تجيب المناسيب الخاصة بالمشروع لازم تخش في اي اي وجهة عندك في المشروع. لو انا جيت في اي واجهة سواء واجهة شرقية او غربية او اي حاجة. هتلاقي هنا اعمل لي منسوبين. اعمل لي ليفل واحد وليفل اتنين. انا هابدأ ازبط الكلام ده. انا عندي ليفل واحد ده هسميه منسوب الزيرو. اللي هو منسوب الرصب بالنسبالي. هبقول لي انت متأكد ان انت عاوز تعدل في الاسم تاعة ولو ما فيش مشكلة. بعد كده ليفل اتنين ده انا انا هعدله وخليه على منسوب متر عشرين. وده يبقى بالنسبالي منسوب الدور الارضي. واسميه من هنا اعدله. اسميه جراوند. احنا قلنا المشروع بتاعها برضا. المشروع بتاعنا عبارها عن ارضي. وثلاثة متكرر. عندي ارتفاع الدور ثلاثة متر عشرين. وانا واقف هنا في الااا في الوجهة. لو رجعت عاوز اعمل عاوز اعمل هتكع على هتطلع لي بعض الخيارات. بقول لي ابدأ بقول لي انت عاوز تعمل من مكان معين. لو انا جيت هنا وقفت. هتلاقي وقف وبيقول لي تحت دخل بداية المنسوب بتاعك. عاوزو يبدأ من اين? قل له والله يبدأ معا من هنا وعلى بعد تلاتة متر عشرين من 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 منسوب الدور القابلية. هبدأ ارسم هيقول لي ان ده لفل تلاتة. لأ انا عاوز ده لفل واحد. فيش مشكلة. اقف عليه كده. واعدله وخليه بقى لفل واحد. كده ارتفاع الدور معايا تلاتة متر عشرين. اقف عليه تاني. ممكن اقول له بدل ما ادخل على واقول له لا ممكن اعمله من اقول له قبي. اقف عليه. واقول له تلاتة متر عشرين. هيعمل لي لفل اتنين. كمان تلاتة متر عشرين. هيعمل لي لفل تلاتة. هبدأ احرك المحاور دي كده معايا الفوق. فيش مشكلة خالص. بالنسبة لما نسيب هبدأ احركها كده. هجع على الدايرة. وابدأ اشد اسحب. هيحركهم لكلهم مع بعض. طبعا هو ما كانش رابط كلهم مع بعض. رابط دول ببعض. ودول ما فيش مشكلة. لو قفت على ده كده. طبعا ابدأ اسحب. طب انا عاوز برضو اظهر المنسوب من ناحيتين. لو قفت على كده. هعلم على البوكس ده. فيبدأ يبزهرهم. طب انا مش عاوز اللي انا يعني عاوز عامل واحد واحد لا. عاوز اعدل فيهم كلهم مع بعض. هقف على اي منسوب من دول. هيقول لي انه انت وقف على في ديت. الخاصة الخواص باي امر بالنسبة لك. لو انت دخلت هنا على ايد الطايب. هتلاقي هنا سيمبول واحد انت هنا لو انت عاوز تخلي المنسوب يظهر معك من ناحيتين. هتا اعلم هنا علامة الصحة دي كده فيظهر معي من ناحيتين. برضه انا عاوز احرقهم. ابدأ اسحب. فيش مشكلة خالص. كده يبقى انا رسمة المحاور ورسمة المناسيب الخاصة بالمشروع اللي عن ان شاء الله عليه ان شاء الله. نكمل في الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.